السلام عليكم الطلاق نرحب بكم مع محاضرة جديدة من محاضرات Data Mining في هذه المحاضرة سنتطرق لموضوع جديد أيضا يخص مرحلة Pre-processing Stage في المحاضرة السابقة تكلمنا عن Data Cleaning وضحنا أنه في تلك المرحلة نعالج مسألة مجموعة من البيانات ولاحظنا أنه هناك مجموعة من البيانات فنحاول أنه نملأ تلك الفراغات ببيانات مقاربة للقيمة الحقيقية وأيضا في Data Cleaning وضحنا أنه هناك طرق لمعالجة مسألة Noise Data مثل مثل بعدها أيضا انتقلنا التالية وهو الانتغريشن واللي بياننا أنه تختص عملية توحيد البيانات اللي جمعناها من مصادر مختلفة وأيضا هناك مجموعة من الالغورثم أو الميثود اللي تستخدم لمعالجة الانتغريشن أو لعمل الانتغريشن للداتا وإحنا طرقنا لبعض منها في هذه المحاضرة راح نكمل على هذا الطريق أو هذا المنوال ونروح للخطوة التالية وهي الترانسفورميشن إذا الماذا داني بالداتا الترانسفورميشن The data are transformed into forms appropriate for analysis or mining إنه البيانات البيانات تحول أو تترجم إلى شكل مناسب for analysis لعمل التحليل أو للميينغ task يعني أحول البيانات من شكل إلى شكل آخر مناسب المهمة أو task اللي عندي فمثلا لو عندي حقل أو عندي مجموعة من الانتتيز هاي الانتتيز تحتوي على attribute يمثل تاريخ الميلاد فأتوقع إنه في ذلك الحقل راح أستلم تواريخ مختلفة يعني في كل شهر ومنالك مثلا شهر الواحد 31 يوم بالتالي 31 تاريخ ميلاد وهكذا على مدار السنة فأتوقع إنه هذه البيانات اللي موجودة في هذا ال attribute أو في هذا الحقل ممكن أن تصل إلى 365 value فلو عدت أبني في decision أو يعني أستخدم خوار رزميات decision rule فأنا من المستحيل إنه أو من الصعب إنه أسوي rules أو decision rule مجموحا 365 قيمة فأحاول إنه أجد البديل واللي أقصد بي هنا أو نستخدم خوار رزميات transformation فمثلا في هذا المثال حاول أقسم تلك التواريخ أو تاريخ الميلاد إلى مجموعة من الفئات مثلا إنه أخلي من الثلاثة إلى عشرة سنوات بفئة A ومن عشرة إلى خمسطعش بفئة B وهكذا بالتالي إنه كل فئة أمطيها في decision rule خاص بهم وأسهل من عملية analysis طبعا أني ما ما غيرت البيانات إلى صورة أخرى يعني الجوهر بقى نفسه وإنما بسطتها حولتها من شكل إلى شكل آخر مع المحافظة على الجوهر فلو اللحظ في هذا المثال إنه عندي مجموعة من البيانات تأخذ أشكال مختلفة حولتها باستخدام data transformation من شكل إلى شكل منظم موحد لكل البيانات فهذا مختصر ل data transformation هناك طرق مختلفة ل data transformation هناك مجموعة من الميثود ممكن أن نستخدمها لتطبيق data transformation أو data transformation من الطرق المألوفة أو من الطرق الأولية وهو smoothing إحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم smoothing في مرحلة data cleaning وبينا أنه لمعالجة noise data نستخدم smoothing method مثل punning method إذن هو مو مفهوم جديد علينا هو نفس المفهوم السابق ولكن حقيقة smoothing هي تحويل البيانات من شكل إلى شكل آخر مع المحافظة على هذه البيانات بصورة مقاربة يعني لو نلاحظ أنه في التكنيق يعني من أمثلة smoothing ذكرنا أنه البننغ فالبننغ في الحقيقة احنا قسمنا البيانات لمجموعة من الفترات وكل فترة بدلناها مرة يكون بالميل المعدل ومرة بالميد رينج ومرة بالباوندري فكل فترة تحولت مثلا من قيمة إلى قيمة أخرى ما يناسب الرول اللي حطبقناها فإحنا بالتالي سوناها transform غيرناها من شكل إلى شكل آخر عندي الطريقة التالية هو normalization المثود الأخرى هو normalization ونقصد بيهم ب-attribute data or scale so us to fill within a smaller range إنهو ال-attributes اللي attribute ال-data اللي عندي نسوى عليها scale حتى تكون البيانات محصورة أو محددة على range يكون صغير قد يكون منه سالب واحد إلى الصفر أو من الواحد إلى الصفر أو من الصفر إلى الواحد يعني لو أتصور إنهو عندي مجموعة من البيانات متكونة مثلا من خمسين إلى عشر تالاف يعني رنج البيانات من خمسين إلى عشر تالاف بالتالي الأرقام ممكن تكون يعني جدا كبيرة سبع تالاف وخمسين وهكذا فأنا أريد أحول هذه البيانات بدل ما تبدأ من خمسين إلى عشر تالاف لا تبدأ من صفر إلى واحد وهكذا أسوى عليها scale أيضا من المثود الأخرى هو نقصد ب نقصد ب بدل ما يعني عندي مجموعة من الأعمار فالفترة اللي تبدأ من مثلا الصفر إلى الخمسة أسميها مثلا childhood من الخمسة إلى الخمسة نسميها مثلا adult من الخمسة إلى الخمسة وعشرين أسميها you وهكذا فبدل ما أتعامل مع هذه الأعمار كرقم يعني ما أتعامل معها كرقم أتعامل معها كفترات نحن ذكرنا في البداية مسألة تاريخ الميلاد أنه أنا أحول إلى فترات أو أحولها قد تكون هذه الفترات رقمية أو قد تكون الفترات يعني label مصطوح من المثود الأخرى هو aggregation ماذا نعني بالaggregation where summary or aggregation appropriation are applied to the data يعني عندي مجموعة من البيانات أنا أخذ ملخص هذه البيانات summary أو aggregation أنه أعملها تجميعية لتلك ال data مثلا لو عندي مثلا the daily sale data may be aggregated so as the compute monthly and annual total amount يعني أنا عندي قاعدة بيانات للمبيعات اليومية لسوبر ماركت فبدل ما مثلا يومية أقول أنه أخذ هذه البيانات اليومية لتلك لعني ذلك المقول لا أخذ المحصل الشهري الدخل الشهري بالتالي أنا أعرف البيانات اليومية أجمعهم أساوي عليها عميلية جرع مثلا قد يكون اليوم عشرة فأقول إن عشرة في ثلاثين وهكذا فأحصل على aggregate value لكل شهر ماذا ما أقول يوم واحد واحد هاي القيمة يوم اثنين اثنين واحد هاي القيمة لا أقول مثلا شهر الواحد القيمة أو والsell amount هو هكذا فأدرقوا معين فما نسميه بالaggregate data إنه آني ما أأخذ البيانات بالتفاصيل وإنما أجمعهم وأنطيلهم قيمة وحدة المفهوم الآخر وهو يقول attribute construction new attributes are constructed and added from the given set of attributes to help the data analysis processes يعني أنا ظهرت عندي new attributes من البيانات في المثال مثلا مثلا في المثال اللي ذكرنا قبل شوية إنه أنا عندي مجموعة من الأعمار فأحاول إنه أخلي كل مجموعة من هذه الأعمار في فئة معينة مثلا من خمسة إلى خمسة عشر هما يعتبرون كمراهقين teenager فلو الشخص عمره مثلا خمسة أو خلته في قائمة أو سبعة أو عشرة خلته في قائمة teenager ما فقدت هذه المعلومات قيمتها وإنما مجرد حولناها إلى label أو حولناها لمفهوم آخر مع المحافظة على قيمة تلك المعلومات فهذه العملية التحويل هي أيضا شكل من أشكال data transform رح ناخد أول طريقة أو مثود تستخدم للترانسفورميشن وهي النورماليزايشن النورماليزايشن من أشكال داتم عملية تصغير أو تغيير حجم البيانات لتكون محدودة بفترة أو مدى صغير ومحدد for example changing measurement unit from meters to inch for the high يعني تغيير المقاييس المستخدمة للأطوال من المتر إلى الإنج أو from kilograms to pound للأوزان من كيلوغرام أو كيلوغرامس إلى الأوزان فيما يخص الأتروبيوت التي عفوا إلى الباوند فيما يخص الأتروبيوت المتعلقة بالوزن النورماليزاي نورماليزاي نورماليزينجداداتا attempt to give L attribute an equal weight يعني إحنا حقيقة مثلا لما بدنا هذه الأرقام لأرقام أخرى تكون أصغر حجم مع المحافظة على فروقات بسيطة ما بين قيمة وقيمة أخرى إحنا تقريبا أنطيناها وزن متساوي أو قيمة تكاد تكون متقاربة يعني مثلا لو غيرنا الأطوال بدلا ما تكون من 10 إلى 100 خليت هذه الأرقام من 0 إلى 1 فمثلا 1 point أو point 5 أكثر من point 3 لكن بقت هنا بقت هاي القيمة يعني أكو قيمة أكبر من قيمة لكن القيمة تكاد تكون معدومة جدا صغيرة فبالتالي حصلت على أوزام متساوية normalization is particularly particularly useful for classification algorithms such as neural network or distance measurements أنه normalization عادة أو في الكثير من الأحيان تكون هي المفضلة مع التطبيقات التي تستخدم classification algorithms مثل التطبيقات العصبية أو neural و distance measurement قياسات المسافات يعني التطبيقات التي تختص بقياس المسافات ما بين الأطوال هناك طرق كثيرة ل normalization من الطرق اللي راح ناقشها إن شاء الله في هذه المحاضرة هو أو هي الطريقة الأولى من max normalization و z score normalization و decimal scaling normalization من max normalization perform a linear transformation on the original data يعني هي في الحقيقة تنفذ transformation linear معادلات خطية تنفذ مع معادلات خطية لتحويل البيانات من البيانات الأصلية إلى بيانات أخرى محولة سبوس that min a and max a يعني عندي مجموعة من القيم المحصورة ما بين min a و max القيمة العظمة أو العليا max a are the minimum and maximum value of an attribute a عندي attribute اسم a تحتوي أو يحوي مجموعة من القيم واللي تكون من a هي الأصغر قيمة والماكس a هي أكبر قيمة من max normalization ماب value vi أو في a يعني هناك قيمة أو value معينة في attribute i تحولها من max normalization من vi إلى vi على هاي العلامة إلى تحولها باستخدام range جديد يكون بالتالي أو يعني range جديد من a و max أي جديدة by computing عندي هذا القانون طبعا هاي القوانين لازم نحفظها لأنه قد تأتي عليها مسائل وإحنا ذكرنا يعني في الواجبات يعني أنا انطيت مجموعة من الواجبات أو كم مرة انطيت واجب استخدمنا بيهم معادلات أو هذه القوانين يعني إشارة لكم أو يعاز لكم أنه لازم تحفظوهن لأنه قد يأتي فيهن سؤال فعندي ال vi والهي value لل i والهي ال value الجديدة اللي رح تطلع عنا تساوي إنا ال vi ال value القديمة ناقص من ال a يعني minimum value of the a الأولى على max ال a ناقص من ال a طبعا هاي من a وال max a أقصد بيها القيم الأسطية original data multiply أو مضروبة بال new max و new min يعني أنا بعد حددت القيمة الدنيا والقيمة العليا للبيانات أو للفترة اللي أريد أحول إلها البيانات فأجيب هاي القيام وأجيب ناتج طرحن أو أستخدم ناتج طرحن وأضربهن في هذا الكسر زائد ال new min ال a فالاوتبط هو رح يكون قيمة ال value الجديدة سبغس ذات minimum and maximum value for the attribute income are 1,000 and 98,000 إنه عندي 12,000 هي قيمة المنمم و 98,000 هي قيمة المكسمم we would like to move income to the range 0,1 يعني أريد أحول القيم ما بين 12,000 و 98 إلى قيم أو أرقام محصورة ما بين 0 و 1 وباستخدام طريقة من max normalization عندي هاي القيمة اللي هي 73 فإحنا قلنا في قانوننا السابق إنه أجيب القيمة اللي هي 73 ناقص المن واللي هو 12 عندي هاي القيمة اللي أريد أحولها ناقص القيمة الدنيا على القيمة العليا هاي الماكس ناقص المنمم عندي هاي الفترة اللي أنا أريد أحول إليها الأرقام 1 0 وأكمل المعادلة فالناتج عندي هو point 7 فكيد أنا ألاحظ الفرق ما بين معالجة الرقم المتكون اللي هو point 7 والمعالجة المطوبة لمعالجة الرقم اللي هو 73,000 بتأكيد إنه معالجة هذا الرقم تطلب resource أعلى وأكثر من معالجة هذا الرقم لو ناقض الرقم آخر وهو 20,000 فأنزل العشرين ناقص القيمة الدنيا على القيمة العليا ناقص القيمة الدنيا وأضربها في المن أو يعني نيو ماكس ناقص نيو من زائد زيرو فالأوتبط عندي 93 بالألف أو نعم 93 بالألف فاصلة 0 93 وهو بالتأكيد معالجة هذا الرقم تطلب resource ووقت أقل من معالجة 20,000 وهي أيضا معالجة الأرقام الصغيرة تكون أسهل من معالجة الأرقام الكبيرة فهذا ما يتعلق بالمن ماكس transformation أو normalization المثال الأخر أو الطريقة الأخرى وهو z-score normalization z-score normalization the value for un-attribute أو normalization values for un-attribute بالأي based on the mean أو نقصد بي المعدل and standard derivation أو في الأي ذكرنا أيضا في محاضرات السابقة كيفية استخراج standard derivation فعند z-score normalization تستخدم أو تعتمد في عملية normalize على المعدل وال standard derivation ومعادلها تكون بهذه الصورة فعند فعندي vi الجديدة اللي أنا أريد استخرجها أو أريد يعني vi اللي أريد أوصل إلها تساوي لي vi القيمة الأصلية ناقص المعدل تقسيم standard derivation عندي هاي المعدل أو هاي القيمة أو هذا الرمز يرمز أو يشير إلى المعدل وهذا الرمز يرمز إلى standard derivation وكتذكير لكم standard derivation هي هاي معادلته إنه يساوي واحد على أن عدد العينات اللي عندي أو عدد value في ذلك الattribute في summation الاكس للاي ناقص المعدل هنا المين عندي هاي القيمة هي المين وهذه هي القيمة اللي آني أريد استخرجه أو القيم اللي عندي قيم أو value الموجودة في الattribute ومعلم معا إكمال هذا المعدل استخرج التربيع وأقسمه على الن وأستخرج standard derivation لن تراجعون المحاضرة وتعفووا شون استخرجناهم فإن حتى أجد Z score أحتاج أستخرج في البداية في حال أنه أنه من طيعتك إذا قيمت standard derivation أحتاج أنه تستخرجه أن تم فتستخرجه أيضا تستخرج من المين إذا كان غير موجود وتنفذ هذه أو تطبق هذا القانون لاستخراج Z-score normalization suppose that the mean and standard derivation of the value for the attribute income are 54,000 إنه أني عند 16,000 عندي standard derivation قيمتها 16 والmean قيمتها 54 لما نذكر عبارة الrespectively يعني معناته الشنو إنه أني المين تخص أول رقم والstandard derivation يخص ثاني الرقم هذه العبارة معناته على التوالي أو إنه يعني أول قيمة إلها أول عبارة انذكرت إلها أول قيمة وثاني عبارة إلها ثاني قيمة إذن with Z-score normalization a value of 73,600 for income as it runs for two يعني هنا أحتاج أو أريد أطبق Z-score normalization على القيمة أو الفاديو اللي قيمتها 73,600 فإحنا قانونة شنو كان كان إنه أجيب القيمة هذه القيمة الأصلية ناقص المين واللي هو عندي معلوم تقسيم standard derivation والoutput عندي يظهر بهذه الصورة بالتأكيد معالجة هذا الرقم أيضا يعني مثل ما ذكرنا تستهلك وقت أقل والتعامل معها يكون أسهل من معالجة الأرقام الكبيرة يعني إحنا نلجأ لطليقة Z-score normalization في الظروف التي تكون فيها قيمة الملمم القيمة الدنيا والمكسمم لأتروبيوتي الآي غير معروفة فأني أحتاج أنه أستخرج المين وأستخرج standard derivation وأجد واجد قيمة النور الترانسفورم الجديدة الطريقة الأخيرة وهي Decimal Scaling Normalization Normalize by moving the decimal point of the value of the attribute الأي إنه عملت Normalize تكون أو تحدث by moving the decimal point الpoint أخصد بيعني مفاصلة يعني عندي رقم هنا خمسة point ستة فهي decimal point هذه decimal point إذن by moving the decimal point of value of attribute الأي إنه أنا أحرك هذه الفاصلة قد يكون من هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه وأكيد من هذا الاتجاه رح يكون the number of decimal point move it ورقم من كم من كم فئة يتكون فقيمة تشفيط decimal point يعتمد عليها وقانونها هو بهذه الصورة أو بهذا الشكل عندي 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 الاتجاه الجديدة أو عندي عندي الـ value الجديدة رح أساوي لي الـ value الأصلية تقسيم 10 points اللي رح أقسم عليها 10 أس 10 قد يكون 10 أس 3 4 وهاكذا يكون الرقم واضح وصريح فمثلا suppose that the recorded value of the A range from minus 986 إلى 917 the maximum absolute value of the A هي هذا الرقم أنه أنا أترك قيمة المينوس وأخذ القيمة المطلقة فهنا عندي الرقم صار أصبح 986 يتكون من 3 أرقام فقيمة الأس رح تكون 3 to normalize by the small scaling we therefore divided each value by 1000 أنا ذكرت في هذا المثال 10 أس أس I فهنا رح يكون عندي القيمة ناجد القيمة عندي 9 8 6 فتكون 10 و 6 وهذا اللي أقصد بي أنه نجد عدد الأرقام المتكون من عندها الرقم على أعلى رقم فالأس هنا تعتمد على المراتب الرقم الكبير أو maximum value of attribute فقيمة 986 normalize تبعها رح يكون 0.986 فالنورمالize value للسالب 986 رح تكون هي سالب 0.986 يعني بعد ما استخرجنا القيمة أرجع لها السالب يعني في البداية أحذف السالب أو أخذ الأفسور value أطبق عليها قانون binary decimial أو decimial scaling بعد ما استخرج القيمة أرجع لها قيمة minus إلى هنا انتهت محاضرتنا وإن شاء الله تكون استفادتم منها